اشتركوا في القناة النهاردة هتكلم عن ثلاث علامات لو شفتهم او حسيت بيهم اعرف ان دعائك قد استجابه الله تبارك وتعالى فالعنوان ثلاث علامات ضرورية حتى يستجاب دعائك اول علامة وخلي بالكو احنا بنتكلمش عن قضية منامات احنا بنتكلم في اليقظة ايه هي العلامات اللي اعرف بها ان دعائي ربنا سبحانه وتعالى استجاب له اول حاجة اني اشعر براحة في صدري بان الله تبارك وتعالى شرح صدري لدعاء الذي دعوت به سواء بقى تحققت الاجابة ام لا يعني ايه انتعطلها بطنة موسينا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح فيما معناه ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله تبارك وتعالى بها احداث الاث اما انه يعجلها له في الدنيا فيراها يبقى شاف كده العبد ان ده ربنا استجاب له فشاف استجاب الدعاء قدام عينيه واما ان يؤخرها له في الاخرة يعني يعطيه ثواب هذه الدعوة في الاخرة واما ان يرفع عنه بلاء سوف يقع عليه هذا الدعاء رفع ورد هذا البلاء اذا في النهاية في المحصلة النهائية ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب للعبد الدعاء فحينما اشعر بانشراح الصدر اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى استجاب لي هذا اول علامة العلامة التانية ان الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يستجيب لك الهمك الدعاء ركزوا معايا لان ده ملمح دقيق يغيب على كثير من الناس ان ربنا سبحانه وتعالى لما يكون عاوز يستجيب للعبد يدي له الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوز يسمعه منه يلهمه الدعاء ودي مقولة مأثورة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين قال انا لا احمل هم الاجابة تخيلوا سيدنا عمر بيقول انا ما بحملش هم من ربنا استجيب لي وانا ما استجيب ليش طب ليه بيقول كده كمل بقى يعني ده اول واحدة ممكن تحس ان سيدنا عمر بيقول كلام مش مظبوط لا ده مظبوط جدا بيقول انا لا احمل هم الاجابة ولكنني احمل هم الدعاء لي يا عمر قال لانني اذا الهمت الدعاء كانت الاجابة معه ولا بد بل النهار ده سيدتك لما ربنا يحب يستجيب لك يلهمك الدعاء فالاصل انه اعطاك كيف تدعوه لانه يريد ان يستجيب لك ولذلك قال في قضية الذكر قال الامام ابن القيم ان العبد بين ذكرين من ربه ان الله ذكرك في البداية فذكرك فاذا ذكرته اثابك على ذكرك ذكرا ثانيا يعني انت حينما تذكر الله سبحانه وتعالى اعلم انه في البداية ذكرك فذكرك فاذا ذكرته اعطاك ثواب هذا الذكر حسنات ووى الى اخره سبحان الله العظيم فدي العلامة التانية العلامة كلتة ان يعطيك الصبر اذا اخر استجابة الدعاء ودي قضية القضايا قضية القضايا ان كتير من الناس بتدعو وبتستشعر من داخلها ان ربنا غضبان عليها بتستشعر ان ربنا ما بيقبلش دعاء الاصل في الدعاء يا جماعة ان انت تصبر وان هناك حكمة في تأخير هذا الدعاء ما نلسه ايه لك ما من مسلم يدعو بدعوة الليس فيها اثم ولا قطيع اطراح ما من الممكن ان انت تكون مقصر في شيء خلى الدعوة دي انت مش حاسس ان ربنا سجاب لك بيها فلابد فلابد من الصبر واعلم ان الله تبارك وتعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء بخلاف البناء ادمين نهارضا لما تيجي تحب يكون ليك مصلحة عند شخص وتلح عليه هيزهق منك ويبدأ يطهرب منك لكن ربنا سبحانه وتعالى على الضد تماما يحب العبد اللحوح في الدعاء فاصبر ولا تتعجل وهذا هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر